كيف تتعاملين مع واجع الطلق؟ هل تعلمي أن في فترة الولادة فإن الطلق أو المغصات المتتالية تستمر من 6 إلى 10 ساعات؟ للتعامل مع واجع الطلق، يجب إعطاء أكسوجين أكثر لعضلة الرحم، وذلك عن طريق التنفس العميق أثناء الطلق. عندما نشعر بالمغصة، نأخذ شهيقاً عميقاً لمدة أربع ثواني، ونحبسه لثانيتين آخرتين، ثم نخرجه عن طريق الزفير باسترخاء بدون استعجال. نكرر العملية أثناء واجع الطلق. استمري بالتنفس لمدة دقيقة حتى ينتهي، وعندما ينتهي الوجع، تنفسي بشكل طبيعي وكوني مستعدة للمغصة القادمة. ممكن أن يأتي الطلق وأنت بوضعية وقوف أو جلوس، وتنفس يتم بكلتا الحالتين. تعتبر وضعية الجلوس أو الوقوف أثناء الولادة، الطلق، أفضل من النوم أو التمدد، وذلك لأن الجاذبية الأرضية تساعد على جذب الطفل للأسفل.